من نحن نحن ممثل شعوب ترفض كل شيء تطبعت على رفض كل شيء منذ أن خرج إبراهيم الخليل من مدينة أور قبل نحو أربعة علاف عام حسب الرواية التوراتية هذه الرواية إن حصلت أو لم تحصل هي تمثل في الحقيقة طبيعتنا طبيعة شعوبنا الرافضة لأن تكون جزءا من البشرية بل أنها لا تكتفي بهذا الرافض أنما تخلق أجيانا وحكايات وأساطير كثيرة لكي تؤكد موقفها هذا بل وتؤمن به حتى درجة التعصب وإثارة حروب لا نهاية لها حتى يومنا هذا أهلا بكم أصدقائي وحلقة سريعة حول سبب هذا الرفض المستمر لكل شيء عدانا السؤال هذا يحتم علينا أن نعرف من نحن أولا ومن هم الآخرون هذا السؤال مهم جدا لأننا منذ نحو تقريبا 150 عاما كنا منغلقون داخل أسوار دولة تسمى الدولة الأثمانية دولة هشة دولة كارتونية لا تعرف ما هي حقيقتها مجرد تجبي أموال وتقتل ويتبادلون السلطة فيما بينهم ملوك الأثمانيين مع هذا الشعوب ظلت تحت أهمنتهم لمدة أربعة قرون فقط لأنهم كانوا جزء من الجماعة المؤمنة التي ترفض الآخرين وترفض دخول أي شيء غريب عليها من الخارج حتى لو كان شيئا مفيدا مثل مطبع اكتشافات المطبع العلم بأكملة من العلم الفلسفة الفكر كل هذه الأشياء كانوا يرفضونها بسبب هذه النزعة لرفض كل مختلف وكل آخر هذه أيضا ولت لجميع أن هناك رغبة بخداء هذه الجماهير بهذه الحجة بحجة أننا مختلفون وأننا نمثلون حقيقيون لهذه الشعوب من خلال الدين الذي نعتنقه وهذا الدين الذي يرفض الجميع عدى المؤمنين الصالحين الاتخياء الذين يثبتون أنهم باقون على عهد وممتزمون من مبدأ الولاء والبراء الديني حينما نراجع ما حصل عبر تاريخنا سنجد أن هذه عملية الرفض هي ليست مسألة لها علاقة بالحاضر كما نعرف أبدأ من الحاضر وأنطلق إلى الماضي من الحاضر نحن الآن نرفض الحداثة نرفض العلم نرفض الفكر نرفض الديمقراطية نرفض منح الحريات الإنسانية نرفض فكرة وجود إنسان دائما نطالب بوحدة الصف والجماعة وما للذلك ونالك قاموس ضخم جدا من الكلمات التمييزية والتي تفترض وجود جماعة من المؤمنين وهذه الجماعة الذين يصطفون خلف الإمام والشيخ أو ولي الأمر أو خلف كلمة الله والرسول وأيضا خلف كلمة المسيح وهذه المنطقة بيأكملها تعيش تحت هذا الهاجس الذي هو باختصار رفض كل مختلف وكل آخر ومهما كانت مميزات هذا الآخر وليس رفضه جسديا ولا رفضه جغرافيا إنما رفض كل فكر لديه رفض التلاقح رفض التغيير وهذا كله أدى بنا إلى أن نعيش المأساة نفسها على مدى أربعة آلاف عام متواصلة بدون أي انقطاع قد يتساءل بعض لماذا متواصلة بدون أي انقطاع وسأجيبه وأقول له هذه العملية استمرت منذ هجرة إبراهيم مع قومه أو كان السيد العشيرة أو البطريارك الأكبر هاجر من أي مدينة من أور من مدينة الحضارة التي كانت هي نموذج الحضارة البابلية القديمة والأكادية هذه المدينة هي لحد الآن منجزاتها موجودة في واقعنا منجزات الكتابة العجلة الحساب الأفكار الأساسية ساطير الخلق الأديان التي تشعبت التي انطلقت وتأسست عليها كل الأديان والأفكار الأخرى بين البشر سواء عند اليونان أو عند الرومان أو حتى عند المصريين تلاقحت مع المصريين والمصريين أخذوها بشكل مختلف أو خلقوا نموذجهم وهكذا كل هذه المنطقة نفسها هي التي رفضها إبراهيم الخليل حسب الرواية التوراتية والتي أصبحت واقعا حقيقيا بغض النظر عن مصداقيتها التاريخية الذي أدقوا له بأن هذه الحركة أنتجت دينا ونحلة ونمطا فكريا نمطا إنسانيا أو طبيعة إنسانية مختلفة عن بقية الكائنات البشرية هذه الطبيعة كانت قاعدتها الأساسية رفض الآخر استغلاله تدميره عندها لو استطاع هذا المؤمن ضمن هذا النمط البشري هذا النمط دائما يحاول أن يخلق قوانينها الخاصة داخل القوانين العامة أو الأمم التي يتواجد فيها دائما لديه كانتونة أو لديه أزلته الخاصة متقوقع حول نفسه يرفض الآخر نهائيا يعتبر الآخر شر كله وكافر وتسميات كثيرة هذا بدأت العملية الشعب اليهودي تحديدا الشعب اليهودي قاتل ودفع الأثمان الباهظة في سبيل هذه الفكرة وكان الهدف هو واضح أنه يحاولون على شخصيتهم الخاصة لكن هذا السعي بسبب عبقرية هذا الشعب أفراد من هذا الشعب خلقوا نموذجا نموذجا يهوديا يعتبروا هو النموذج الأصلح والأسلم والذي هو الجدير بأن يبقى على قيد الحياة وأن كل نموذج آخر هو ليسوا بجديرين بأن يكونوا ضمن قافلة البشر بالتالي هذا أسس شخصية رافضة منعزلة متقوقعة على نفسها هذه الشخصية ترفض كل شيء تواصلت هذه القضية داخل شعوب المنطقة ليس لأنها كانت ابتكار من قبل الشعب اليهودي بل لأنها انتشرت بين شعوب المنطقة لأن شعوب المنطقة تعيش الهاجز نفسه وهو هاجز الخوف من الآخر الآخر الذي دائما يأتي من الدول المحيطة أو الجبال المرتفعة في شمال منطقة سوريا في الجبال التركية أيضا من شرق العراق الجبال الزاقروس اللي هي جبال شاهقة جدا ويصعب المرور منها من الشعوب الأخرى كانت دائما هناك غزوات تأتي على هذه الشعوب هذه المنطقة هذه الشعوب المنطقة تعودت أو كانت تسعى دائما إلى أن تتوحد مواجهة هذه الشعوب وما زالت تحاول التوحد حتى يومنا هذا وما زالت تفشر في كل مرة لأن عملية الغزو الآخر لنا لم يكن من الممكن إيقافها على الإطلاق رغم كل المحاولات المحاولة الإسلامية هي واحدة من المحاولات المعروفة والتي ما زالت آثارها موجودة هذه المحاولة شعوب حاولت أن تسقط الإمبراطوريات الغريبة على المنطقة اللي هي الساسانية والرومانية والبيزنطية والتي استعمرت شعوب المنطقة وأيضا الشعب المصري فهؤلاء شعوب كلها استجابت للخطاب الإسلامي لأنه رفض هذا التدخل من الآخرين هذا التدخل هو أيضا أنتج لنا الفكرة العزلة الشعورية والعزلة المعرفية والعزلة الفكرية والعزلة الإنسانية والعزلة حتى البشرية أنه لا يعتبر الآخرون بشر هما أنجاس النجس يعني العلاقة بالحيوان هذه كلها هي الأنتجة لنا ما نحن فيه الآن أنتجة هذا العنف المستمر الذي دمر هويتنا في الوقت الذي ندعي فيه أننا نمتلك هوية خاصة نقول عنها تسمية عربية أو إسلامية تسمية العربية والإسلامية هما تسميتان شكليتان المعنى الجوهري لهما هو تواحد شعوب المنطقة وأننا شعب لنا مصير واحد ما زلنا نحاول تقرير مصيرنا لحد هذه اللحظة رغم تدخل الآخرين في شؤوننا لحد هذا اليوم التدخل الإيراني والتدخل التركي والتدخل الأوروبي العالمي الأمريكي قبلهم كان التدخل الفرنسي والعثماني والتدخل الفارسي أيضا والتدخل الإنجليزي وقبلهم أبعد إلى خطوات كان هناك أيضا تدخل الفارسي ومن خلال علماء والفقهاء والذين أنشعوا لنا الدين الإسلامي بأكمله حاليا الذين أعرفوا حاليا ورغم أنه هناك في خلطة عجيبة غريبة لها بحث آخر اللي أريد أقوله بأنه قبلها أيضا تدخلت الدولة الرومانية وأجل إسكندر الأكبر قبلها وكثير من المضاعب أيضا الدولة الآشيرية تعتبر نوع من التدخل القوي تدخل الدولة المصرية خاصة على حددناها الشعب المحدد الذي هي شمال الجزيرة العربية وغرب دجلة وشرق النيل هذه المنطقة وجنوب تركيا هذه الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة هي التي عانت من هذه مشكلة الوحدة الشعورية والوحدة الإنسانية والوحدة السياسية وما زالت تعاني من هذه المشكلة وكلما تحاول أن تنهض وتؤسس شيئا جديدا تفشل ويتدخل الآخرون فيها ويقول بها بطريقة مختلفة مثل ما حدث مع المسيحية المسيحية ظهرت كثورة ضد الرومان وضد الذين يتحالفون مع الرومان والذين يستجبون الخطاب الروماني وبعد ذلك أيضا الرومان أنفسهم عبر بوليس الرسول الذي هو مواطن روماني حول الموضوع وبعد ذلك الرومان أنفسهم تبنوا المسيحية التي تارى من أجلها المسيح وبالحقيقة تبني المسيحية لم يتبنوا المسيحية التي عدم رمزها الأكبر الرومان أنفسهم بل تبنوا النموذج البوليسي الذي جرى تعديله وترشيقه عبر توافقات لا نعرف تفاصيلها حتى يومنا ولا نعرف تحول هذا الدين إلى دين بشكله الروماني هذا ولد ثورة داخل شعوب المنطقة أدت إلى ظهور حركات مضادة منها الإيروسية وحركات مضادة اليعقوبية والنصطورية من شعوب هذه المنطقة نفسها التي حددت جغرافيتها وأن فشلت جميعا أو استمرت لحد لهذا اليوم النصطورة والعاقبة استمرت أثرهم لحد هذا اليوم الأيروسية تقريبا انقرضت أو تواجدت بطريقة مختلفة في عدد من الكناة الصغيرة لكن الذي نجح في التورة على جميع هو الدين الإسلامي عاد الكرة من جديد عاد النفس اليهودي الذي يقرب أن هناك الشعب الله المختار هذا الشعب المختار أصبح هو الشعب المسلم المختار الشعب المسلم المختار هو الذي يرى أنه خير أمة الخير جاءة للناس وهذا أيضا نفسه بعد ذلك دراء التدخل الفارسي مرة أخرى لعادة لا تحدر ضد التدخل الفارسي أنا ما أقول إلا تأثير الآخرين على شعوب المنطقة الذي أدى إلى ارتباك هذه الشعوب المستمر عبر التاريخ والسبب الذي أدى إلى حساسية الشديدة لهذه الشعوب ضد كل ما هو غريب عليها ورفضها مباشر لأي شيء يحدث يفعله الآخرين حتى لو كان حسنا فبالتالي بعد ذلك عندما أتى الدولة العباسية بدعم فارسي ودعم من الشعوب الفارسية تطبعت بالشكل الفارسي وهذا اعتبره شيء جيد طبعا لكن أنا أصف موضوع الآن أصف العزل الشعورية لهذه الشعوب ورفضها لكل جديد هذا أدى إلى ظهور الحنابلة الحنابلة والسلفين الذين قالوا لا نحن نرجع إلى النص الأصلي والطبع الأصلية والحديث الرسول الأساسية وأدى إلى هذا الصراع المستمر حتى يومنا هذا الصراع بين شعوب هذه المنطقة التي بدأ يمثلها الإسلام السلفي وأيضا شعوب الدول الأخرى أو القوى السياسية أو الحكومات أو الدول الإمبراطوريات المحيطة بشعوب هذه المنطقة التي يسميها شعوب الشرقية لتسهيل لكي يفهم قصدي أختصر وقور وحتى أختم كلامي أن نحن شعوب هذه الموجودة من شرق دجلة إلى شرق غرب الفرات غرب النين وشمال تركيا يعني هذه حدودها وشمال الجزيرة أو الجزيرة جزء منها من المدينة فما فوق أو يثرب هذه المنطقة كانت تحفل بالشعوب كثيرة ما زالت هذه الشعوب تعاني وتعاني القسام والفرقة بسبب أنها بسبب ضغط الدول المحيطة الطبيعي والذي لا يمكن التخلص منه على الإطلاق يعني ليست أقول أنه الآن أدعو لأنها شعوب مرة أخرى نأيد القصة نفسها وقول لا نحاول أن نتوحد ونتكاتف مع بعضنا ضد الآخرين جميعا وأن ندخل في توامة صراعات أخرى لكن المهم الآن أن نشخص المشكلة أين المشكلة كما أرى بأننا شعوب منذ أيام إبراهيم الخليل عبرت عن رفضها للآخرين قصة إبراهيمية تعبير رمزي عن رفض السلطة الأكادية أو السلطة العلامية أو السلطة سلطة من يسيطر على الشعوب التي تسكن غرب دجلة شرق دجلة وأيضا رفض الشعوب التي تسكن في مناطق تركيا وكارت مناطق هي يونانية تقريبا بأكملها عملية الرفض هذه المستمرة لن تتوقف ولن تنتهي أسبابها دائما هناك حتى في عصر العالي رغم أنه مراكز القوى أصبحت بعيدة عن هذه المنطقة في فرنسا في إنجلترا في أمريكا حتى في الصين مناطق بعيدة جدا عن هذه المنطقة لكن معها ما زلنا نعاني من هذه المشكلة وتدخل هذه القوى الكبيرة في مصير شعوبنا الذي يتحالف مع هذه القوى هو الذي ينجح فقط الذي يستطيع التفافق مع هؤلاء هو الذي ينجح فقط وإلا لا أمل في التصادم معهم وإلا سيخترقونك بطريقة بخرى كما اخترقوا الإسلام كما اخترقوا المسيحية كما اخترقوا حتى اليهودية نفسها ولكن السؤال هو أن نحن علينا أن لا نفكر بعد ذلك بأننا منعزلون الحل الوحيد هو هذا أننا نعتبر نفسنا جزءا من البشرية وليس جزءا منفصل ولسنا بشعب الله المختار وليسنا بالمسلم الصالح ولسنا بخير أمة أخرجة الناس لا نكون متواضعين ونتفهم الموقف ونعرف بأننا جزء من هذه المجموعة من الشعوب ممكن أن تخلق لها وضعها الخاص لكن عليها أن تفتح الأبواب لكل فكرة لكل شيء جديد بالدنيا وحتى إذا وضع نسلنا فليضع ما مشكلة بقينا بشرا لم نتحول إلى كائنات أخرى يعني ما جدوا أن تكون عربي أو ياباني أو هندي أو من جنسية فلانية أو من أرق فلاني وأنت تخسر ذاتك ونفسك لا قيمة لهذا الأمر أنت تحافظ على نفسك لكي تحافظ على ذاتك لكن عندما أنت تضحي بذاتك من أجل أن تحافظ على نفسك أو عرقك أو جنسيتك فهذا هو يعني فهم خاطر الأمور أنا أدافع عن نفسي بأتباري ذات لها خصوصيتها ولها حرية ولها طبعها ولها تخاليتها لكن عندما أنا أضعي بالنفسي من أجل شيء يجعلني أخسر حتى هذه الذات التي أدافع عنها فلا لا جدوى من هذه المحاولة عموما الحل الأخير لمشكلة شعوبها في المنطقة خلال 4000 عام هو أن تفتح الأبواب لأنها مفتوحة أولا شيئنا ما بين حتى لو حاولنا وقاتلنا وانتظمنا ضمن أديان وصرنا دواعش وصرنا من جماعة حزب الله أو صرنا مسيحيين على طريقة طريقة فالس أو فاتيكانيين قح من مئة بالمئة أو صرنا سلفيين مئة بالمئة أو صرنا مانويين في فترة المانوية مهما حاولنا مهما تغيرنا لن ينفع الذي ينفع هو أن نبقى نقول نحن شعوب نحن بشر حالنا حال الآخرين ولسنا خير الشعب وأمة أخرجت للناس لا أحنا نتقبل ما حدث ونستثمر ما هو موجود على أساس المبادئ الإنسانية الأساسية والتي هي لا يوجد عليها خلاف بعمل أنه التعاون والتسامح والتقاسم المصالح شكرا جزيلا وأصفحة تعالى مع السلام وشكرا جزيلا